بحضور ملوك وقادة دول العالم وكبار الضيوف ووسط متابعة جماهيرية لافتة من محبي الألعاب العالمية الخاصة أطلقت شارة البدء لألعاب الأولمبياد الخاص ضمن حفل الافتتاح الكبير لحدث هو الأكثر وحدة وتضامنا في تاريخ الأولمبياد الخاص بمشاركة 190 دولة من حول العالم وحضور عالي المستوى يمثل دولة الكويت نحن سعداء اليوم أن نكون على أرض الإمارات الشقيقة بلدنا الثاني ونفخر بأن يتم تنظيم هذه البطولة من قبل بلد شقيق لنا وعزيز على قلوبنا جميعا وهو دولة الإمارات التي بالأمانة الاستعدادات والتجهيزات نحس أنها فاقت حتى التوقعات العالمية الأخرى في الدورات السابقة طبعا التنظيم أنا بالنسبة لي أكثر من رائع لأنه كم هائل يعني على مستوى العالم يعني فزين منهم أنهما موفرين باصات ووسائل نقل بهالطريقة والتنظيم أنا بالنسبة لي أكثر من رائع وتشارك الكويت في الأولمبياد الخاص بوفد من 76 شخصا ما بين مدربين ولاعبين وإداريين من الجنسين يتنافسون في ثماني ألعاب من أبرزها كرة القدم، كرة السلة، كرة الريشة، كرة الطائرة، رفع الأثقال والبولينغ وغيرها فيما تقدم البطولة 24 لعبة مختلفة شعود جميل، وايت رائع، تحضر بطول فتاح العالم، مستوى العالم وباسم تويت، انتخب تويت، شيء فخر حتى الشخص نستعدين إن شاء الله وما قصروا كابتن زياد سواءنا معسكر والأمور إن شاء الله كلها جزينا والله إحنا الفترة اللي فاته كنا عمليين مؤسكر داخلي في الكويت تستعدين فيه للأولمبياد مبرات ودية عملنا معسكر رفعنا فيه المستوى الأقل البدنية، ركزنا على الشغل الفني بحيث أننا نقدرنا نفس الفرق المشاركة معنا في الأولمبياد إن شاء الله يعتمد الاستعداد للمشاركة في الأولمبياد العالم وتحقيق الميداليات إن شاء الله تأتي استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للأولمبياد الخاص كنقلة ملهمة للملايين من أصحاب الهمم في المنطقة والعالم ما سيسهم بالضرورة في تعميق مفهوم التسامح ورفع مستوى الاهتمام والدعم المقدم لأصحاب الهمم في المنطقة على وقع شعار شجعني فأنا موجود دقت أجراس الفرح والسعادة لأصحاب الهمم الذين جاءوا من كافة أنحاء العالم للتنافس صفا واحدا في الأولمبياد الخاص وإحداث نقلة نوعية في حياة أصحاب الهمم من كافة أنحاء العالم لتلفزيون دولة الكويت سالي الأسعد أبو ظبي